اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة دورة الحفاظ على الجهيزية القتالية وتقييم الاداء والرقابة والتفتيش على المستوى الاداري والقيادي والميداني للقوات المسلحة اضافة الى الاصلاحات الى اصلاح الاختلالات وتلاف القصور اشهد قائد قوات خفر السواحل بمحافظة حضر موت العقيد محمد بامهير بالجهود التي تبدلها فرق الاخلاء والانقاذ المنتشرة على شريط الساحلية لتأمين موسم نجم البلدة السياحية وحث بامهير فرق البحث والانقاذ بقيادة القطاع الشرقي والقطاعات كافة على بدل مزيد من الجهود في عمليات الانقاذ ورفع الحس الامنية مشددا على ضرورة رفع الجهيزية وعدم التهوني في اداء المهام شهد اخر المكلة منافسات بطولة البلدة للسباحة في البيه المفتوحة التي نظمت من قبل اتحاد السباحة والالعاب المائية وذلك في اطار الفعاليات والانشطة الرياضية الخاصة بمهرجان البلدة السياحية للعام الحالي تحت اشراف مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضر موت وتنافس في بطولة البلدة ثمانية وثلاثون سباحة من مختلف مناطق ساحل حضر موت مقدمين اداء استثنائيا ومهارات فنية رائعة تميزت خلالها البطولة بمستوى عالم من المنافسة والاثارة هذا وحقق السباح عمر سعيد باهرب المركز الاول في البطولة وفي الشان الفلسطيني سشهد واصيب عشرات المواطنين اليوم الاثنين في قصف لطائرات ومدفعية احتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة تركز على المنطقة الشرقية من مدينة خان يونس جنوبا وذلك في اليوم التسعين بعد المائتين من العدوان الاسرائيلي المتواصل على القطاع وافادت مصادره باستشهاد اثني عشر مواطنا واصابة العشرات اثر غارات لطائرات الاحتلال الحربي على المناطق الشرقية من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة تزامنا مع قصف مدفعي مكثف على المنطقة ذاتها هذا وانتشل التواقم الاسعاف شهيدا وعددا من الجرحة اثر قصف منزل في حي الشيخ ناصر واستخل يونس فيما نقل مسعفون جثمان طفلة استشهدت اثر قصف للاحتلال على منزل عائلتها في بلدة بنسهيل نهاية المجز في امان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة